بسم الله الرحمن الرحيم سلبية لمنتخبنا الوطني بالتعادل مع موزنبيق 2-2 تعادل إيجابي في الثواني الأخيرة بعد إحراز محمد صلاح ضربة جزاء احتسبها الحكم الموريتاني دحان بيدا بعد مراجعة الفار وقرار جيد جدا من الحكم الكيني بيتر كماكو نتيجة سيئة جدا يمكن كنف المتناول تأديم أفضل من كده بكتير ولكن هي البداية قد تكون متعسرة ننتظر النتائج الأفضل في المباراة القادمة منتخبنا الوطني أمامه فرصة للفوز على منتخب بغانا الجريح بعد خسرته بالأمس أيضا أمام الرأس الأخضر بهدف مقابل هدفين وبالتالي لقاء يوم الخميس هو لقاء تحديد المصير سواء نستمر أم العودة والمغادرة والعودة إلى القاهرة بعد مباراة يوم الخميس عموما لسا الأمان ممكنة ولسا المنتخب أمامه فرصة لتدارك الأمر بعد النتيجة السلبية التي لم يتوقعها أحد في ظل أن كل المباراة التاريخية لمنتخبنا الوطني مع منتخب موزنبيك تحديدا لا نخسر ولا نتلقى أي أهداف ولكن عموما قد تكون هذه النتيجة وهذا الأداء فرصة ليكي يستعد منتخبنا مستوى المعهود في أباء مشوار البطول عموما حالة النهاردة بالتأكيد يكون فيها كاوليس كتير جدا عن الأجواء في الكودفور وكمان عندنا النهاردة تفاصيل جديدة وهنتكلم عن تدريب فريق النادي الآلي النهاردة كان تدريب صباحي يمكن موعد تدريبات الآلي الفترة حالية متغيرة شوية بناء على موعد مباراة منتخبنا الوطني لما بيكون فيه مباراة منتخبنا الساعة سبعة أو الساعة خمسة مبكرا شوية فالتدريب بيكون بدري شوية عشان تبقى فرصة للعيب والجهاز الفني يتفرج على مباراة منتخبنا الوطني في كأس الأوم ولكن النهاردة كولر حدد معاد التمرين وكان الساعة عشر صباحا في ملعب مختار التيتش بي جزيرة في تفاصيل كثيرة عن التدريب في تصعيد لعدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين المرحلة الجاية نقدر نقول يعني ابتدى تتضح ملامحها في إقامة معسكر خارجي في إقامة عدد من المباراة الودية في تفاصيل كثيرة النهاردة نقولها بخصوص تدريب النادي الأهلي ولكن بسرعة نروح لأهم عنوين حلقية النهاردة البداية في تريند الأهلي جلسة بين كولر وبيبو للترتيب للمرحلة المقبلة وفي تريند إفريقيا تعديلات على تشكيل المنتخب في مواجهة غانا وكمان تصريح للأستاذ خالد الدرندالي رئيس بعثة منتخبنا الوطني قال أغلقنا ملف مباراة موزنبيق ولاعبينا على قدر المسئولية طيب نروح لإستعراض جدوى المباراة اليوم والبداية والانطلاقة مع كأس الأمم الإفريقية وكالعادة اليوم في سلاسة لقاءات البداية كانت في مباراة بدأت الساعة أربعة العصر وانتهى الشوت الأول منذ قليل بتقدم السنغال على جنبيا بهدف مقابل لاشيء وللأسف بعد منتصف الشوت الأول انقطع البث الفضائي من المصدر وبالتالي حتى الآن لم يتابع أي فرض حتى الآن الجزء المتبقي من الشوت الأول لكن النتيجة اللي جاينا من القدفور إن الشوت الأول انتهى واحد سفر الساعة سبعة الكاميرون هتستضيف في غينيا ودي مباراة يعني في المجموعة الثالثة وأعتقد يعني السنغال جنبيا الكاميرون غينيا دي مباراة قوية جدا في المجموعة الثالثة تبقى المنافسة فيها قوية جدا الساعة العاشرة من مساء اليوم الجزائر تستضيف أنجولا كل التوفيق رب لمحارب السحراء منتخب الجزائر الشقيق في تقديم نتيجة جيدة أمام المنتخب الأنجولي نروح لمباراة كأس الربطة والنهاردة استئناف للجولة الأولى من باقي مباراة هذه البطولة وباقي المجموعات في مباراة انتهت منذ قليل ما بين المولي العرب والجونة المباراة دي انطلقت الساعة ثلاثة العصر وانتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد ساعة خمسة يعني منذ خمس دقيق انطلقت مباراة أخرى في كأس الربطة ما بين الاتحاد السكندري مع بلدية المحل دي أبرز مباراة اليوم سواء في كأس الأمم أو حتى في مباراة الدوري أو أصدي مباراة كأس الربطة في مصر طبعا بالأمس كانت في مباراة مهمة جدا كلاسيكو الكرة الأسبانية السوبر في المملكة العربية السعودية ونجح الريال مدريد الملكي في الفوز على برشلونة بنتيجة قاسية وأداء مميز لأبناء أنشلوتي بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف المباراة انتهت تقريبا يعني في الشوط الأول بعدما تقدم الريال 3-1 مبروك للريال الفوز بكأس السوبر بعد فترات طويلة جدا كان الريال فائز الدوري ولكن لم يحاقق أي شيء في بطولات السوبر عندما وقيمت البطولة بالنظام الجديد بمشاركة أربع أندية نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن تدريب الأهلي والاستعدادات للمرحلة القادمة النهاردة صباح اليوم كان فيه تدريب لفريق النادي الأهلي في ملعب مختار التيتشي بالجزيرة ونقدر لولي النهاردة كولر يمكن قدر الإمكان قدر يكتمل بصفوف فريق النادي الأهلي بتصعيد عدد كبير جدا من لعاب قطاع الناشئين سواء فيه مولد 2003 أو 2005 وحتى 2006 كلنا عارفين أن في فترة التوقف الدوري ممكن زي ما أنتم شايفين على الشاشة ده جانب النهاردة من التدريب الصباحي اللي أقيم في العشرة من صباح اليوم على ملعب التيتشي بالجزيرة كلنا عارفين أن الفترة الأخيرة ودي صورة جامعية لللاعبين مع مارس الكولر وطبعا العدد المتاح من الفريق الأول ما يكملش حوالي عشر أو اتنشر لاعب في الظل أن فيه يعني محمود متولي وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا وريدا سليم يعني اللي أربعة مش موجودين في التدريبات الجامعية اللي قدامنا من الفريق الأول زي ما نشايفين أفشا أقرم توفيق رامي ربيعة فيه كمان طاهر محمد طاهر عمر السلية كريم ندفت حسين الشحاد كريم فؤاد يعني هل بنتكلم في مجموعة ما تكملش عشر أو حداشر لاعب فكان طبيعي جدا أن مارس الكولر يصعد النهاردة عدد كبير جدا من قطاع الناشر دامكم طبعا هو كمان المجموعة اللي بقول لكم مش موجودة في التدريبات الجامعية أحمد عبدالقادر وكمان ريدا سليم اللي قدامنا على الشاشة ده رباع حراس المرمى مصطفى شوبير مصطفى مخلوف حازم جمال وطارق حسن تم تصعيد اتنين أو تلاتة من قطاع الناشرين مع مصطفى شوبير لأن حمز علاء موجود مع المنتخب الأولمبي محمد الشناوي موجود مع المنتخب الأول وبالتالي كانت فيه فرصة لكولر أن يصعد أنتوني مودستي كمان هو قدامنا فعشان كده النهاردة كولر كان حريصي أن يصعد عدد كبير جدا من قطاع الناشرين كريستو كمان هو موجود في التدريبات الجامعية من العشرة اللي تصعدوا من قطاع الناشرين ما بين مواليد 2003 و2005 و2006 يوسف عبد الحفيز، أحمد عبدين، عبد الرحمن خالد، إسلام عبد الله، عبد الرحمن عبد الجواد، مازن أسامة، سمير محمد، معتز محمد، مصطفى أبو الخير، أحمد طعيمة دول العشر لعبين اللي تم تصعيدهم من قطاع الناشرين عشان يكونوا موجودين في التدريبات خلال الفترة اللي جاية ليه كولر صعد العشرة من دلوقتي؟ أولا، الأهل لما استقنف تدريباته يوم الخميس الجهاز الفني كان محتاج على الأقل يعمل من أربع إلى خمس وحدات تدريبية عشان يدى يعني يوصل اللعيبة الأساسية اللي بتلعب في الفريق الأول لمخزون بدني في حدود معينة بحيث لما يتم تصعيد عدد من لعب قطاع الناشرين يبقى الفريق بالكامل عند مخزون بدني واحد ويبدأ يحط البرنامج التدريب بتاعه من النهاردة لغاية يوم عشرين ليه لغاية يوم عشرين؟ من المفترض أن خلال الساعات اللي جاية فيه إجراءات بتتم لسفر الفريق في معسكر خارجي ابتداء من يوم عشرين حتى تمانية وعشرين من نهاية الشهر الجاري معسكر لمدة حوالي ثمان أيام هيتعامل في نهاية هذا الشهر لأنه كولر عايز يعمل معسكر خارجي وعايز يعمل ما بين مباراة إلى مبارتين والديتين خلال الفترة اللي جاية محتاج جدا أن يشوف المجموعة دي بداية من النهاردة يوحد البرامج التدريبية ويبقى المعدل اللياقة البدنية متساوي لكل اللعيبة وفي نفس الوقت كولر كمان عنده غياب لعدد من اللعيبة الأساسية مش بخلاف بس أنهم موجودين في المنتخب الأول أو المنتخبات الأخرى في الظل أن فيه أجندة دولية دلوقتي لا كمان أنت بتحاول يعني تطمن على لعيبة مصابة هل ممكن تلحق تكون معاك في التدريبات خلال أجندة دولية ولا لا أحمد عبدالقادر رضا سليم متولي أحمد نبيل كوكا دول أربعة المفروض فيه برامج تأهلية اليوم في الفترة الحالية والمفروض فيه أشعة هتجرى لرضا سليم خلال الساعات اللي جاية رضا سليم المفروض هيجري أشعة منتصف تحديدا يعني منتصف الأسبوع المقبل يعني زي النهاردة بالزبط قبل السفر على طول في حال إقامة المعسكر الخارجي عشان يطمئنه على العملية الجراحية اللي كانت أجرية ليه في الترقوة انبارح لما كنا بنشوف أخبار الفريق وأخبار التدريبات كانت فيه أخبار طلعة إن خلال الإسبوعين ثلاثة اللي جايين هنبدأ نشوف متولي وكوكا ورضا سليم وإحمد عبدالقادر في التدريبات الجمعية بحيث إن بإذن الله إن شاء الله يعني على مباراة الشباب بلوزداد يوم أحد أيام 16 أو 17 فبراير تكون المجموعة دي كلها بالكامل جاهزة عشان تنضم مع المجموعة اللي بتشارك مع المنتخبات في كاس الأمم اللي عندنا دولات التامة اللعيبة في منتخب مصر التامة اللعيبة في منتخب مصر محمد الشناوي محمد هاني عمر كمال عبدالواحد القادم حديثا من فيوتشر فيه كمان محمد عبد المنعم عندك كمان مروان عطية فيه إمام عشور فيه محمود عبد المنعم قهربة فبالتالي أنت عندك زخيرة كبيرة جدا موجودة في منتخبنا الوطني عندك كمان بالإضافة لده تلات لعيبة بتلعب في كاس الأمم أليو ديانج علي معلول بيرستاو هنبدأ نشوفهم من بقرة في كاس الأمم الإفريقية فبالتالي بنتكلم دولاتي على 11 لاعب عندك اتنى اللعيبة في المنتخب الأولمبي ألي 13 لاعب عندك 4-5 إصابات فبتتكلم على 18-19 لاعب فعدد كبير جدا مش موجود حاليا مع مرسل كولر عشان كده الفترة دي بيتم تأسيم عدد الأيام تبقى للمراحل اللي هيستعد لها الفريق بحيث بعد كاس الأمم وفي حالة جاهزية كل اللعيبة مع انضمام الدوليين يقدر كولر وقتها يشوف إزاي هيستعد لي مباراة شباب بلوزداد لأن الفرق الزمني ده في حال ان اي لاعب بيلعب دلوقتي في كاس الأمم يكمل لغاية اليوم الأخير يوم الختامي هيكون الفرق الزمني ما بين نهاية كاس الأمم مع مباراة شباب بلوزداد من 5 إلى 6 أيام الفاينال 11 فبراير مباراة شباب بلوزداد نتكلم في أحد أيام 16 أو 17 في ملعب خمسة شولية في الجزائر العاصمة يعني ده البرنامج التدريبي وده اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي لكن أكتر حاجة الجهاز الطب دلوقتي بيحاول يطمئن على إصابة ريدا سليم مدي مساحة برنامج تأهيلي لمدة خمس أيام منتصف الإسبوع اللي جاي هيكون فيه برنامج تأهيلي للكشف على جراحة الترقوة عشان نطمئن على حالة ريدا سليم وإمكانية دخوله بقى في التدريبات الجامعية مع الفريق الأول في الفترة اللي جاي بالإضافة لكده كمان عندك محمد الشيناو مع المنتخب الأول وحمزة علاء موجود مع المنتخب الأولمبي فبالتالي موجود مصطفى شبير ومصطفى مخلوف وتم تصعيد اتنين حراس مرمى من قطاع الناشئين ولو تمصوا كده على المجموعة اللي موجودة اللي تم تصعيدها لعيبة بتلعب في منتخبات يعني منتخب الـ 2005 وخمسة اللي تم تشكيله مؤخراً واللي بيقوده الكابتن واي الرياض في مجموعة بارزة من هؤلاء اللعبين اللي ذكرت أسمهم من خلال العشر اللعبين اللي تم تصعيدهم من قطاع الناشئين فبالتالي كلهم لعيبة دولية يعني كلهم لعيبة دولية موجودين في المنتخب الأول موجودين في المنتخب الأولمبي موجودين في منتخب الشباب الآن الحمد لله عنده زخيرة حية جداً من اللعبين اللي بيشاركوا في جميع المنتخبات أنت بتتكلم مثلاً من ثلاثة إلى أربعة مثلاً في منتخب الشباب من العشرة اللي تم تصعيدهم مثلاً يعني عندك اتنين ثلاثة في المنتخب الأولمبي لو كوكا كان سليم وما رحش منتخب أول كان ممكن يكون حالياً مع ميكالي في المنتخب الأولمبي وعنده معسكر لمدة خمستاشر يوم في الفترة الحالية فبتتكلم كمان أدهو على تمن تسعة لعيبة تروح للفريل أول بتتكلم على أحداشر لعب يعني الأهلي من الفريل أول للأولمبي للشباب عشرين لاعب بيمثلوا كل منتخبات مصر في الفترة الحالية فقنا الله فعون مرسل كولر في الفترة الحالية لأنه برنامج إعداد صعب جداً عشان تحضر لمبارة بلسداد وإنت القوام الأساسي والبديل وبديل البديل مش معاك في الفترة الحالية عموماً تدريبات يومية وكولر محدد برنامجه أسبوع بأسبوع لغاية تعديد معاد السفر في الفترة اللي جاية دي أجواء وأخبار فريق النادي الأهلي نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نبدأ نتكلم على مشوار منتخبنا سيناريوهات المشوار في الفترة اللي جاية بعد التعادل المفاجئ مع موزنبيق وكواليس وتفاصيل أخرى من أبيتجان مباراة مصر وموزنبيق بالأمس كانت حديث الساعة في كل البرامج وفي كل المواقع العالمية نعرض حتى كده وأنا بتصفح الصحف الإنجليزية لفت انتباهي وجود صحفي من مدينة ليفربول موجود في كود ديفوار وكل شغله مرتبط بس من خلال طبعا صحيفة The Athletic البريطانية كل شغله مرتبط بس إزاي يقدر يرصد الأجواء المحيطة بمحمد صلاح سواء داخل معسكر منتخب مصر أو حتى في الأجواء الإفريقية وتفاعل الجماهير الإفورية مع نكم كبير زي محمد صلاح بيمثل القرى الإفريقية في البريمير ليج وتحديدا في الدولة الإنجليزية مع فريق ليفربول طبعا التعادل بالنسبة للصحف الإنجليزي اللي عايش في مدينة ليفربول وهو جاي عشان مبقى أن صلاح بلعب في ليفربول وأهم لعب بالتأكيد بلعب في ليفربول وفي الدولة الإنجليزية النظرة بالنسبة له مختلفة عننا شوية احنا بالنسبة لنا شايفين أن التعادل مخيب للأمال وشايفين أن النتيجة اللي خرجت بيها مباراة الأمس يعني أكتر المتشائمين لم يكن يتوقح أكتر المتشائمين لم يكن يتوقحها لأن الناس المتشائم ممكن تقولك على نتائج سلبية في مباراة جاية لكن ماتش مزبق تحديدا استحالك أن حد يفكر في جدا ولكن ده حصل نتيجة طراخي استهتار عدم تركيز تفاصيل كتيرة ممكن نقولها ولكن احنا بننظر للجانب الفني بننظر للنتيجة لكن الصحافة الإنجليزية وتحديدا الصحافة الإنجليزية اللي بيعمل فيه صحيفة تازا أثليتك البريطانية واسمه السيموني النهاردة كان نشر تقرير عن الأجواء اللي عاشها مع محمد صلاح في اليوم الأول أو تحديدا يوم مباراة مصر موزنبيق شاف إيه بقى؟ شاف أن محمد صلاح مركز بعيد عن أي وسائل ترفيه أو تسلية موجودة في فندو الإقامة احنا عارفين أي بطولة بيبقى فيها وسائل ترفيه وتسلية موجودة مع اللعيبة في المعسكرات يعني في بعض الأوقات كده لكن هو لفت انتباهه نظرة مهمة جدا شافها في فندو الإقامة قبل المحاضرة اللعيبة كانت بتتسل على بعض الألعاب الإلكترونية أو ألعاب موجودة كده زي التنس الطاولة والحياة الموجودة في الفنادق صلاح كان قاعد بعيد تماما قاعد لوحده مركز جي مع عاد المحاضرة بدوره ككابتل للفريق شاور للعيبة يلا جماعة عندنا محاضرة فهو شايف ان فيه تركيز عند محمد صلاح ولكن في الملعب شايف ان ما فيش تركيز من محمد صلاح يعني رفع منه هو مركز والإقامة ومركز كله هو تسلتها بشكل ويز لكن في الملعب كان حسنا هو شارج الزهن ما كانش مركز في المباراة هل طريقة اللعب هل الأتموسفير هل الأجواء ده أمور طبعا إحنا مش عايشنا هناك ولكن أبقول لكم الصحافة الإنجليزية إزاي مهتمة جدا بصلاح وبترصد كل التحركات الموجودة في منتخبنا الوطني على الجانب الآخر في مصر بقى الناس شايفة تعادل مخيب للأمال كان المفروض يكون فيه نتيجة أفضل من كده ولكن أنا هرصدها في لقطة واحدة بغض النظر عن المنظومة القروية والأخطاء اللي موجودة على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي حاجات كتيرة جدا كانت المفروض تحتاج شغل أكتر من كده وتحضير أفضل من كده في الفترة اللي جاية ولكن أنا هتكلم في جانب تاني لأиков فيتوريا اللقطة أو اللحظة اللي منتخب مصر فقد تركيزه في مباراة مزمبيق كانت اللحظة المبين الشوتين دايماً في جملة كده احنا بنسمحها الشوت الأول شوت اللاعبين والشوت التاني شوت المدربين من أيام ما هكوننا صغيرين بنسمع الجملة دي يقولك الشوت الأول شوت اللاعب الشوت التاني شوت المدربين مدرب مزمبيق قدر بالفعل في الشوت التاني يغير مصاري المباراة بدأ الشوت التاني بتغيرين غير طريقة اللعب لثلاثة اربعة اثلاثة بعد ما كان عامل تكتل ضفاع في الشوت الاول وكان فيه رهبة عند اللعيبة نزل اول عشر دقايق اتعادل وجاب الجون التاني وبعد الجون التاني بتده يعمل تغيرات على السرعات عشان يعمل الهجم المرتدة فمدرب موزنبيك اشتغل بشكل فني كويس جدا وكان قاري منتخب مصر بشكل متميز على الجانب الاخر لا فيتوريا قاري منتخب موزنبيك ولا محلل الاداء كانوا عارفين امكانيات لعيب منتخب موزنبيك احنا نبرح باللعب منتخب موزنبيك وعندها لعيب عنده اربعين سنة كان مطلوب منه حاجة معينة في الشوت الاول وبعد ما قد الغرض خرج ما بين الشوتين ركزوا في تغيرات موزنبيك على فكرة مش تغيرات مصر ركزوا في العامل الشغل الفني اللي اشتغل عليه فريق موزنبيك مع منتخب مصر هتلاقي السلبيات كتير عندنا مش عندهم هم هم بيلعبوا للشهرة بيلعبوا للنجومية امبارح بيقولك الناس كلها جاءت تتفرج على صلاح الناس كلها شافت منتخب موزنبيك بشكل اخر عشان جدا الناس تفعلت مع منتخب موزنبيك لما احرز هدف التعادل واحرز الهدف التاني وكانت شايفة ان منتخب موزنبيك عامل كبرى مفاجآت البطولة الحاجة التانية كمان منتخب غانة على الحدود مع القدفور يعني غانة على الحدود مع القدفور فالجماهير الغانية كانت مالية الملعب امبارح فكتبت مصلحتها منتخب مصر يخصر شكتبت لحظ الاجواء امبارح كلها كانت فيها تشجيع ومسندة ومؤذرة لمنتخب موزنبيك في النهاية هو تعادل مخيب للامال ولكن لسه عندك فرصة تعالوا مع بعض نتكلم بقى على الفرصة والسيناريوهات اللي ممكن تكون لمنتخبنا الوطني في الفترة اللي جاليه اول حاجة فيه سيناريو اول انت عندك نقطة بعد التعادل مع موزنبيك وغانة بلا نقاط والرأس الاخضر في الصدارة بتالت نقاط وموزنبيك نقطة الماتش اللي جاء انت هتلعب مع غانة ولازم تربط نتيجة المباراة دي بنتيجة مباراة الرأس الاخضر مع موزنبيك لان المباراة دي ممكن يكون فيها مفاجأة ممكن يكون فيها مفاجأة ولكن السيناريو الاول فوز منتخب بصر في المباراة المقبلة امام غانة يوم الخميس ضد كاف فيردي الرأس الاخضر ده لقاء يعني تكسب الخميس وتكسب الجولة الثالثة ساعتها تتصدر المجموعة بسبع نقاط خلاص انت الاول في الصدارة وتتأهل لدورة 16 السيناريو التاني لو تعادلت مع منتخب غانة هتبقى عندك نقطتين وغانة نقطة ولكن هتستنى نتيجة الرأس الاخضر مع موزنبيك لو كسبت الرأس الاخضر في الجولة الثالثة بغض النظر عن نتيجة الرأس الاخضر مع موزنبيك انت خمس نقاط وبالتالي الخمس نقاط دي يعني اذا ما كنتش ثالث هتبقى تاني بنسبة كبيرة هتبقى تاني طيب السيناريو التالت حال حصد منتخب مصر اربع نقاط فقط يعني اربع نقاط معناها ايه كسبنا غانة وخسرنا من رأس الاخضر ما هو ده الافضل لكن لو خسرنا من غانة وكسبنا الرأس الاخضر انت ممكن مكسبك عن رأس الاخضر ما يكونش ليه اي اثر لان الرأس الاخضر ممكن اصلا تكسب موزنبيك فتبقى ست نقاط وانت لو خسرت من غانة وكسبت الرأس الأهداع تبقى أربع نقاط وغانا ممكن تكسب مصر وتكسب موزنبيك تبقى ست نقاط فتبقى ستة ستة أربع ساعتها ممكن تبقى أنت تالت المجموعة وتستنى بقى نتائج أفضل توالف في المجموعات الأخرى وعتخش في حزبة بيرما دي سيناريوهات المباريات اللي جاية بالنسبة لي منتخب مصر وبالتالي سيناريوهات صعبة جدا عايز تكمل وعايز تشق طريقك في البطولة تكسب الموطشين الجايين ما تركز في أي حاجة تاني وبكل أمانة وبكل صراحة ممكن الناس تقول إيه بلاش ضغط وبلاش نتكلم في اللي فات ونركز في اللي جاي إحنا عندنا درس مهم جدا كان بيحصل في النادي الأهلي لما فريق كورة عندنا بيعمل نتاك سلبية كان جمهور الأهلي ما بيرحمش حد وكان دايما بينتقد وهجوم لازع وهجوم شديد ده كان بيجي بأثر إيجابي وكانت اللعبة بسرعة بتفوق منتخب مصر محتاج الحالة دي منتخب مصر محتاج الحالة دي لازم الناس كلها تعرف أنها أسرت مبارح لازم الناس كلها تعرف أن ده مش قيمة ولا ما كانت منتخب مصر في البطولات الإفريقية لازم الناس تعرف أن ما فيش حاجة اسمها طاقس ولا ملعب ولا حرارة عالية ولا رطوبة أنت بتمثل مصر في أجيال قبل كده سبقتك لعبة في أجواء أصعب من كده بكتير وحققت بطولات مش هتكلم بس على بوركينة فاسو ولا أنجولا ولا غانا ولا نرجع في الخمسينيات ولا نتكلم في السبعينيات لا ده احنا على مدوار مشوارنا في البطولة والفرقة الإفريقية كلها بتتكلم على منتخب مصر يعني أي حد عايز يضرب مثل إيجابي على الفوز بالبطولة يقولك عايز أعمل زي منتخب مصر فما تجيش إحنا كلعيبة بنرتدي تي شيرت منتخب مصر ونمثل منتخب مصر ونتكلم على رطوبة وملعب وأجواء معظم لعبتنا معظم إيه كل لعبتنا مع كامل احترامي للجميع يعني محدش مثلا اتولد في باريس ولا اتولد في ليفربول الكل طالع من عندها درجة تانية والكل لعب على ملاعب أسوأ بكتير من الملاعب الإفريقية والكل لعب في درجات حرارة الساعة 2 الدهر والساعة 12 الدهر وقد درجات حرارة عالية فكرة أن انت ربنا قرمك واحترفت ده في الفترة الأخيرة ولكن انت النشأة بتاعتكت فيها ظروف موتية ونفس الظروف اللي انت بتلعب فيها دلوقتي فما فيش أجواء غريبة علينا وده اللي كان دايما بيميز منتخب مصر لما كان بيلعب في الأدغالي الإفريقية كان بيتفوق على منتخب المغرب وعلى الجزائر وعلى تونس وعلى كل المنتخبات ليه؟ لأن احنا دايما متعودين على الأجواء دي وبنلعب في المشاكل والصعوبات دي فالأجواء دي محدش يقول إن ده مبرر لازم الفترة اللي جاية يبقى فيه تركيز الحرص على رفع قيمة ومكانة مصر في كأس الأمم الإفريقية الفرصة موجودة لسه ما رحتش واللي يعتقد إن منتخب غانا منتخب قوي لا ملاش تدي برضو الحجم الكبير لفكرة إن منتخب غانا قوي لا ما انت قلت منتخب موزنبيق ضعيف وتعدلت وتها تخسر وعتقول منتخب غانا قوي أهو منتخب قوي ليه تاريخ ولكن لابتبص على الورق لازم الناس بقى تبص على الورق وتشوف الفرع اللي هتلعبها ولازم تزاجرها كويس منتخب غانا عنده مشاكل كتير منتخب غانا عنده مشاكل أكتر من منتخب موزنبيق ولكن بغض النظر من قوى ومن ضعيف إنت في الملعب هتتعامل إزاي إنت في الملعب هتحضر إزاي للبطولة هتحضر إزاي للمطشاط منتخب غانا مبارح بلعب مع الرأس الأخضر خسر في اللحظات الأخيرة بس الرأس الأخضر أو الكافيردي فرض سيطرته من بداية المباراة عارفه وعايزه وقبل البطولة ما تتلعب كانت دايما فيه تصرحات حتى لمحللي فريد الرأس الأخضر هنا في خناة الأهلي كانوا دايما بيأكدوا إن مباراة غانا هي المباراة الأسهل بالنسبة له والمباراة الأصعب هي مباراة موزنبيق هي بالتالي الناس ذكرت ودرست وشافت مين اللي عنده نقاط إيجابية ومين اللي عنده نقاط سلبية لازم نشتغل على ده غانا مباراة لما بتلعب مع الرأس الأخضر عندها مثلا مهاجم محمد قدوس برا القايمة خالص مصاب موجود في البطولة بس مصاب هل هيكون متاح في مطش مصر ولا لا؟ مش عارفين ترجع مثلا لي كينجسل شنايدر ما كانش موجود في مباراة الرأس الأخضر هل هيكون موجود في مباراة مصر ولا لا؟ أندريه أيوة وعندك كمان بنستيل رقم 13 لعيبة كويسة ولكن أداء فردي مش أداء جماعي متش مصر وغانا على الأسماء مباراة كبيرة ديربي كبير جدا في القرى الإفريقية ولكن تقدر تكسبه وتلعب مباراة كبيرة وتكسب إحنا في أوقات كتيرة كنا باللعب غانا بغض النظر عن متش تصفيات كاس العالة كانت غانا عندها لعبين على أعلى مستوى وكان منتخب مصر بيفرض سيطرته على منتخب غانا مش هنسى 2010 أصعب جيل منتخب مصر واجهه في كاس العام كان في كاس الأمم كان 2010 في أنجولا في الفاينال وكسبنا غانا كان وقتها جيل بيتم تحضيره وتكوينه وساعتها الجيل ده راح كسعالة ساعتها كسبناها في أنجولا في نهاية كاس الأمم 1-0 بهدف محمد ناجي جده فأتمنى المنتخب يقدر يقدم حاجة جيدة في مباراة تغيانا كانت طبعا فيه تصريحات بقى الأستاذ خالد درندلي إن بارح يتكلم على إن اللعيبة تتحمل المسؤولية النهاردة بيتكلم على ضرورية المساندة عموما أنا مش عقف كتير عندي التصريحات ولكن أتمنى من اللعيبة قبل الأجهزة الإدارية أو البعثة الرسمية تكون عندها يعني إحساس بالمسؤولية لأن البطولات اللي زي دي هي اللي بترفع قيمة وشان أي لعب مع منتخب بلد مع كامل احترام لأي إنجازات فردية بتتحقق وإنت بتلعب في ناديك أو بتلعب حتى في أوروبا إنجازك مع منتخب بلدك ده أهم إنجاز ممكن يتسطر في حياتك طيب النهاردة في جولة جديدة من مباراة كأس الأمر المباراة كلها تبقى الساعة 4 والساعة 7 والساعة 10 بطوقيت القاهرة الساعة 4 كانت في مباراة ما بين السنغال وجنبيا المباراة يمكن زي ما شايفينها على الشاشة السنغال متقدمة بهدفين مقابل لشيء والسنغال كلنا عارفين طبعا هي حاملة اللقب والهدف الأول جيه عن طريق بابا جي رقم أربعة والهدف الثاني جيه عن طريق لامين كاميرا السنغال حاملت اللقب بتلعب مباراة قوية جدا مع جنبيا المدير الفني المنتخب جنبي لما تسأل امبارح في قانال سبورت الفرنسية على مشوار البطولة قال أنا أصعب مباراة عندي في المجموعة مباراة غينية وكأنه هو شايف أنه ماتش السنغال ماتش الكاميرون يعني تبتلا مع منتخبات كبيرة فالخصير ده طبيعي فهو عايز يلعب مباراة غينية ويكسب عشان على أل ينافس على أفضل طوالب طيب الساعة 7 في مباراة الكاميرون وغينية والمباراة دي أكيد هيكون فيها اهتمام لأنه عندنا طاقمين أو طاقم تحكيم مصري على تقنية الفيديو الفار محمود عشور ومحمود البنة والساعة 10 مساء الجزائر مع أنجولا دي مباراة في المجموعة الخمسة والجزائر وأنجولا بتضم معهم بركينا فاسو وموريتانيا خدوا بالكم السنغال جنبي الكاميرون غينية دي بتتلاعب في استاد شارلس كونان في ياماسوكو ده العاصمة الاقتصادية للكرد فوار الجزائر أنجولا بركينا موريتانيا ده استاد السلام في مدينة بوكي مش استاد السلام اللي في مصر ونفس الاستاد بس بالمسمى الفرنساوي ترجمته السلام فده في مدينة بوكي المباراة دي على فكرة الجزائر وأنجولا مباراة قوية جدا هاديرا حكم سنغالي عيسى سي ومعه على الفار الجابوني بير أتشو تعالوا بقى المباراة بكرة وجولة مباراة بكرة وحكام مباراة الغد لأن حكام مباراة الغد فيهم طاقم مصري بالكامل في مباراة فيها اتنين من نجوم المنتخبين سواء مالي أو جنوب إفريقيا فالمباراة تحظى باهتمام كبير جدا من الجماهير المصرية بير ستاو في مواجهة وطاقم الحكام الهدير مباراة طاقم تحكيم مصري محمد عادل أبو الرجال أحمد حسام طه وأمين عمر حكم رابع تعالوا نبص كده على القطقم التحكمية مطش مالي وجنوب إفريقيا بكرة الساعة عشرة طاقم مصري عادل أبو الرجال أحمد حسام طه وعلى الفار الجزائري لحلو بن براهم لو تبصوا على مباراة بوركينة فاسو وموريتانيا الحكم المغربي جلال جيد وعلى الفار التونسي هيسم كيرات تروح لمباراة تونس ونبيبيا وقل التوفيق رب لعالم علول بكرة المباراة ده يكون الساعة سبعة حكم من الصومال عمر قورتان هو الهدير المباراة وعلى الفار دانيل لاري دانيل لاري طبعا مش هزيد بقى في كلام الحكام والتعينات المباراة احنا شرحنا كلام مهم جدا على موضوع تعينات حكام إفريقيا لكن تعالوا مع بعض نعيش أجواء الكان مع التريند لأن أجواء الكان النهاردة مختلفة شوية فيها علاقات مهمة عن التنظيم عن الأجواء في الكود ديفوار التذاكر الفلكلور المتعلق به الجماهير الإفورية تعالوا مع بعض نبدأ مع بعض عيش أجواء الكان مع التريند لمجموعة من الفيديوهات وأول فيديو معايا عن أزمة التذاكر أزمة التذاكر في الكود ديفوار أزمة كبيرة جدا تعالوا بص الأول نشوف الجماهير الإفورية مع الجماهير السنغالية إزاي بتتناقش على موضوع أزمة التذاكر لأن التذاكر المطروحة للبيع على الويب سايت نفدت بالكامل تيجي تدخل الملعب تلاقي الملعب فارغ وفي تذاكر دخل أو فيه جمهور دخل من غير تذاكر فبالتالي بتلاقي الساعة الرسمية اللي طلعت على الشاشة غير الأرقام الرسمية اللي طلعت على الساستي دافتجو فيه نقاش حاد جدا بين الجماهير الإفورية مع الجماهير السنغالية تعالوا نتابع تلاقي الملعب فارغة نتابع 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 طب احنا عندنا صورتين مهمين جدا نحن بتكلم على مشكلة التذاكر لأنه دول أكبر دليل على هذه الأزمة اللي بابين الجماهير الإفريقية مطش الافتتاح مطش الافتتاح كان استاد الحسن وطارة ده المفروض بيسع لحوالي 60 ألف متفرج 60 ألف متفرج الساعة الرسمية اللي طلعت على الشاشة كانت تعلي من كدر كتير طب تروح حتى المطش التاني إغانا والرأس الأخضر اللي كانت بتلايب على ملعب فليكس بواني اللي هو الاسم الشهير ليه ملعب فليسيا في أبيجان الساعة الرسمية للملعب 40 ألف متفرج ولكن تيجي تبص على الساعة اللي طلعت على الشاشة بتكلم في 11 ألف متفرج الصور دي بتأكد أن الأرقام اللي خرجت من الشاشة الرسمية في ملعب المباراة بتشير بالفعل أن فيه أزمة في موضوع التذاكر هل التذاكر على السيستم لما بيتم طرحها أو بيتم شرائها وإنت داخل الملعب بتضع التذاكر على المكان فبالتالي المكان بيسجل كل تسكرة داخلها في الملعب وبالتالي فيه تذاكر ممكن ما تمش تسجيلها على المكان وفيه تذاكر ممكن سودة أو تذاكر مزورة ولكن في النهاية الساعة الرسمية من المكان اللي موجود في الملعب غير تماما المشاهد اللي احنا شفناها في المباراة عشان كده كانت فيه أزمة في موضوع التذاكر والنقاش الحاد ما بين الجماهير في تذاكر المباراة طيب الجماهير الإفوارية ليه هكده فيديو النهاردة مهم جدا عن طيب نستعرض مع بعض بصوا كده على الصور معنا والصور فيها أرقام مهمة جدا بصوا جماعة دي مباراة الافتتاح الكودفوار مع غينية بيساو الملعب ده ملعب الحسن وطرة بيسع لستين ألف متفرج الساعة الرسمية اللي تسجلت على سيستم التذاكر في مكان البطولة أو مكان المباراة ستة وتلاتين ألف تمامية وخمسين طيب روح للمباراة تانية مباراة غينة والراس الأخضر اللي تلعبت مبارح بعد مباراة مصر القيمة الإجمالية أو عدد التذاكر المطروحة للمباراتين مصر وموزنبيك وغينة والراس الأخضر الصورة التانية يا جماعة معنا هتلاقي الملعب اللي بيسع أربعين ألف الصورة فيها حداشر ألف تسعمية تلاتة واربعين بتتكلموا أقل من التلت يعني رقم قليل جداً أنا أقل من النص قاصم رقم قليل جداً ولكن في حاجة غلط في موضوع التذاكر لحدش لغاية الوقت تطلع بيان رسمي أو شرح إيه اللي حصل في هذا الموضوع طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف الجماهير الإفوارية إزاي بتنظم دخولها للمباراة لأن احنا في مباراة الإفتاح شوفنا أعداد كبيرة جداً على مسافة 5-6 كيلو وما كانش الأمر منظف ده فيديو مهم جداً بيوريكوا الدخول للملاعب إزاي في المباراة اللي أقيمت بالأمس واليوم النهاردة قبل مباراة السنغال وجامل نتابع طيب منتخب مالي هيلعب في المجموعة اللي فيها تونس وموريتانيا وجنوب إفريقيا ودي المجموعة الخمسة من حصد حظ منتخب مالي أنه بيلعب في مدينة اسمها كرهوجو هذه المدينة على الحدود مع القدفور تعالوا مع بعض نبص نشوف منتخب مالي هل سافر طيران ولا دخل مدينة كرهوجو إزاي لأن منتخب مالي النهاردة معنا فيتشو غريب شوية الناس ما سفرتش طيران دي انتقلت على الحدود بالأوتوبيسات من مالي إلى كرهوجو ودي مدينة على الحدود مع منتخب مالي ودي المدينة اللي هيتلاعب فيها مباراة مالي فده من حصد حظ منتخب مالي وهيبقى فيه صعوبة لمنتخب تونس لأن تونس أكدناها بتلعب في مالي مش بتلعب في الكودز فور مجموعة فيها تونس جنوب إفريقيا مالي موريتاني تعالوا نشوفوا منتخب مالي على الحدود لما دخل مدينة كرهوجو كان الاستقبال الشعب إزاي لأن فيه جالية كبيرة جدا مالية موجودة في كرهوجو على الحدود ما بين الكودز فور ومالي طيب احتفالات الجماهير الجزائرية في الكودز فور عدد الجالية الجزائرية في أبيتجان والكودز فور عدد كبير جدا يمكن طبعا عامل اللغة فرق كتير جدا في مسألة الصفر ما بين الجماهير الجزائرية والمغربية اللي اتنين بيتكلموا باللغة الفرنسية بشكل سالس جدا فكان فيه جالية كبيرة جدا من الجماهير الجزائرية سفرت على كودز فور تعالوا نشوف الجالية الجزائرية لما كانت موجودة في مدينة بوكي هذه المدينة لتصديف مباراة الجزائر مع أنجولا وباقي الفرق هل العدد كبير؟ طب الأجواء عاملة ازاي؟ تعالوا بصوا كده لما دخلوا أحدى السوبر الماركت واحتفلوا شوية مع العاملين والأجواء الجميلة نتيجة طبعا أن الجماهير الجزائرية تتكلم لغة فرنسية سالسة مع الجماهير الإفوارية نتابع اشتركوا في القناة أخر حاجة معي الأجواء الإفريقية لقطة مش عادر أقول فيها سحر وشعوزة ولكن الأجواء الإفريقية أجواء مختلفة لا تشوف اللقطات دي في أسيا ولا في أوروبا لكن القد في وارد تحديدا لها لقطة مختلفة شوية تعالوا نشوف اللقطة دي ومنها نطلع على تريند إفريقي اشتركوا في القناة اللقطة دي ومنها نعطل على تريند إفريقية الأجوال الإفريقية لا تخلو من المغامرات والسحر محدش عارف هو قاعد على كرسي ولا هي بالضبط طبعاً اللبس الكبير ده ممكن يكون مخاب بحاجة فبالتالي الصورة نفسها والفيديو لفت انتباه كل الناس الموجودة في إحدى الأسواق في مدينة أبيتجان طيب تريند إفريقيا والسوشيال ميديا واللي كتب فيه الساعات الأكيرة نطلع نتابع البداية معنا من الحساب الرسمي لإتحاد الإفريقي على منصة TX واللنهاردة أتكلم فيه على هدف مصطفى محمد في شباك موزنبيق هذا الهدف خد أفضل هدف في اليوم الثاني للبطولة انبارح كانت فيه ثلاث مباريات نحن بتكلم في ناجيريا وغينيا الاستوائية واحد واحد مصر وموزنبيق اتنين اتنين غيناء والرأس الأخضر اتنين واحد يعني اتنين أربعة ستة وتلاتة سبع أهداف في اليوم الثاني هدف مصطفى حمد خد أفضل هدف فيه السبع أهداف في اليوم الثاني طيب نروح لحساب بطولات على تويتر واللي بيقول الفرحة الأولى للاناكوندا في الأمم الإفريقية أول هدف لمصطفى محمد سجله فيه بطولات الأمم أمام منتخب موزنبيق بالأمس بعد 8 مباريات شارك فيها في تاريخ بطولات الأمم الإفريقية طيب حساب الوطن سبورت أيضا على منصة X نشر وقال أنه كان فيه اجتماع عاجل مع فيتوريا في أبيتجان بعد مباراة موزنبيق الاجتماع شاهد حضور جمال علام وخالد الدرندلي وحازي الإمام لقاء غانا واستعادة الانتصارات خاصة أن اللقب ده غائب عن مصر من منذ 14 عام الوطن سبورت قالوا أن محمد صلاح داخل غرفة خلع الملابس بعد لقاء الموزنبيق والصدمة من النتيجة يعني طلب اللاعبين بالخروج من الأزمة سريعا وأنهم يركزوا ولا يشغلوا بالهم بكل ما يقال اللي حدث ده طبيعي في الكورة ولكن الأهم هو تجاوز ما حدث اليوم السابع قالوا أن كان فيه جلسات استشفاء وأمران خفيف للأساسيين النهاردة في أبيتجان استعداداً لمواجهة غانا نروح أيضاً للوطن سبورت وقالوا على منصة إكس هناك أربع تغييرات متوقعة على تشكيل منتخب مصر أمام غانا ممكن فيتوريا يبدأ بحمد فتوح مكان محمد حمدي يعتمد على عمر كمال مكان محمد هاني يبدأ بعمر مرموش مكان تريزيجيه واحتمالية مشاركة مراوان عطية مكان إنن طيب ملعب القهيرة 24 قال نفس الكلام بس ما قالش أربع تغييرات قال ممكن يكون فيه تلات تغييرات إن يدفع بحمد فتوح ومروان عطية وعمر مرموش في التشكيلة الأساسية بدلاً من محمد حمدي ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه التشكيلة تحتاج بالفعل إلى تعديل في لقاء غانا ملعب القهيرة 24 أيضاً على منصة XL نقلاً عن تصريح لمدر المزنبيخ واللي قال فيه أشعر بالإحباط كنا نستحق الفوز على منتخب مصر لولا تقنية الفيديو عنده حق كانت النتيجة 2-1 ولولا تدخل الفار كانت المباراة ممكن تتنية 2-1 ولكن بالفعل الفار تدخل بشكل سليم لأنه كان هناك ركل الجزاء لصالح مصطفى محمد سددها محمد صلاح وأحرز هدف التعادل في D94 كورا بلاص نقل تصريح لأندري ايو مباراة بشجاعة وهدوء ده اللي أنا ألاقم منه أن غانا تفوق وتعمل مباراة على منتخب مصر أتمنى يكون فيه تركيز مع لعبتنا حساب الجول أيضاً على منصة XL نقلاً عن جيكو لعب غانا اللي نقل أو قال مبارح في تصريحات للصحفيين في الميكسنزون بعد مباراة الرأس الأخضر لما تسأل عن مباراة مصر الصعبة ولكن غانا لا بديل لديها إلا الفوز مع لعب القهيرة 24 نقل وقع حدثت بالأمس في القد فور في فندو الإقامة بعد نهاية مباراة غانا والرأس الأخضر مشجع غاني كاد أن يقتل مدرب غانا كريس هوتن إنبارح تعرر لي مشكلة كبيرة جداً ولولا الأمن كان ممكن يكون فيه جريمة في معصبر منتخب غانا آخر حاجة حساب 360 سبورت مصرية على إكس اتكلموا أنه تم النصخ متتالية شارك فيها الأساطير أحمد حسن وسونج ولكن بالأمس أندري آيو بعد ما شارك في مباراة غانا والرأس الأخضر تساوى في الرقم القياسي مع أحمد حسن وسونج ولكن مباراة غانا مع مصر هيكون الرقم قياسي لأندري آيو دي أبرز النقاط اللي كانت موجودة في ترند إفريقيا بناء على نتائج مباراة الأمس أخبار المنتخبات الترتيبات اللي هتحصل في الساعات اللي جاي كل التوفير لمنتخبنا اللعيبة محتاجة تركز المسندة مهمة ولكن الانتقاد السلبي أنا شايفه إيجابي للمنتخب في التوقيت الحالي من أجل استعادة رونق وقيمة منتخب مصر في البطولات الإفريقية بعد التعادل المخابل الأمام أمام منتخب موزومبيا بشكركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لنا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء